موسيقى 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 الحقيقة انا ساويت شهادة حصل القرس بالكامل وسائق نقل الملكية صارت جاهزة يعني هلأ فيه كنت اسمه تركيبين بعد كنت لان يعطيك العافية يا مادام الحقيقة انتي ما أصرتي معنا أبدا ولو يا أستاذ مروان هذا واجبي خصوصا اني كنت المستشارة القانونية عند المرحوم لمدة عشر سنين مؤلاء يعني بس اللي بهمني هلأ أعرفون انه كيف نويتوا تقسموا بتركيبين مشان أعرف انا اتخذ القرارات اللازمة والله ما بعرف انتي شو رأيك مادام الحقيقة هي شغلة خاصة بناتكن بس يعني اذا سمحتول اتدخل انا برأيي ما تقسموا شي ابدا كيف يعني يعني خلوا المعمال باسمكن انتو اتنين والمصاري الكاشر الموجودة بالبنك بتطوروا فيها المعمال وبصراحة هاي كانت تنفيذ الرغبة غير المعلنين للمرحوم معيك حق مادام بس انا ما بفهم شي بشغل المعامل ولو البركة بأخوك استاذ مروان ما اختلفنا بس انا بصراحة اتفضل اني نفذ رغبتي المعلنة عن تنفيذ الرغبة غير معلنين للمرحوم طيب شو هي رغبتاك متل ما اتفقنا المرة الماضية انا مالي مصطحة به المعمال اصبح بها الحالة شو رأيك تاخد المعمل استاذ مروان او مثلا تعرضونا البيع وبتتأسموا المصاري انتو اتنين لا لا شو نبيعو قطعا المعمل ما رح ينباع يا ستين انا باخدو عظيم تقرير الخبراء ادر حق المعمل مع الالات الموجودة فيه بحدود الخمس ملايين موافقين على هذا التقرير انا موافق طبعا طبعا انا موافق طيب والمصاري الكاشي الموجودين بالبانك اربع ملايين اصبح انا رح ااخد المعمال ورح اعطي الفرق لا اخي غسان نص مليون ميره بس بدي اياهم كاش اخي طالما انتو هيك متفقين بينما تكون معنى انا خليني اعمل عقد اتفاق وبعدين اتخذ الاجراءات اللازمين ماشي الحال ماشي ماشي تكلي على بود ايه غسان انت عملت عيني العقل لانك اخدت حصتك مصاري كاش تعريف هلا الكاش في هال ايام احسن شي طبعا يا اولا ولو انا بعرف شو عم بعمل بلا ما عامل بلا وجع قلب ايه ابي الله يرحمه ما انجلت ومات الا من وراه المعمال طيب شو نعوي تعمل بالمصاري ليكو التانية ليكو يعني المصاري لايش خلقيت مو مشان يستمتع فيها البنيادة خلينا نتشبرق يومين ثلاثة بيها الحياة قبل ما نموت ما احد ااخد معه شي معك حق ليش كم مرة رح يعيش الواحد بس اسمح غسان المثل بيقلك خد من التل بيختل بقى لازم تلاقي لك مشروع تشغل فيه المصاري ولا يهمك لاحقين على وجع الرأس بكرة من لاقي مئة شغلة منشغلهم فيها وصدقيني يا الله صدقيني اذا ما بساويلك هالقارطع ملايين عشرين مليون بتزار في سنتين ما بيكون اسمي غسان شلومنا ندبر نص مليون ليرة لاخوك اسم لا تاكلهم مو مشكلة بيتدبر وبصراحة يا ناتية انا عم فكر بيع السيارة يوه شلومنا نعود بلا سيارة شو بدنا نساوي لك هان لانه المعمل على وضع الراهن وبآلاته يلي اكل الدهر عليها وشريب عم يطالح ميتين تلاتمئة الف ليرة بالشهر بأولة يهمك بشهرين زمان ام نشتري سيارة جديدة بعدين نادية ما بخفي عنك انا في براسي موال تاني شو الموال بقى؟ عم فكر اشتري خط انتاج جديد وضاعف الانتاج اربع خمس امزال وافتح قنوات جديدة للتصدير لبرا طيب هالشي ممكن يعني؟ والله يا نادية اذا انا والانسان كل شي ممكن ويليك علي بظرف سنتين زمان ساوي المعمل من احسن واشهر المعامل بالبلد بس انتي اصبري علي شوين نادية ما عليش ان شاء الله يا مروان روح الله ياخد بيدك ويرزقك ويوفقك يا رب هيك بقى ان تألف ملكية المعمل للاستاذ مروان ان شاء الله الف مبروك استاذ الله يبارك فيكي مدارك مدروك اخي الله يبارك فيكي يبارك فيكي غسامة مدروك الله يخليك يا رب اي سيدي وهي مص مليون ليرة الشيك قيمتها مص مليون وهي تنازول بامكانك تسحب باقي المبلغ اللي هو حصتك من الكاشر وجود يسلموا بياد اخي الله يسلموا ان شاء الله الله يخليك ان شاء الله بيتهني الله يسلموا بيجنم بيطير العقل بس بعينته غالي كتير قديش حقه ميتين وخمسين الف ليرة بس ما بينا عز عنك شيها ولسه بحطرلك مفاجأة كبيرة لا اخ غسام حاشت اليوم مفاجآت لك بخاف يصرلي شي تستاهلي حبيبتي مستاهلي يصرلي شي لا ولو انتي صبرت كتير معي وتعبتي بقى جهزيلي حالك للسفر باقرب وقت سفر؟ لوين؟ بدي حضرلك بلوغرام سياحي بيطير العقل يوه يعني شهر عسل ثاني؟ لا ستي مو شهر واحد شهرين واحد لاوروبا والتاني لااميركا لا مو معقول غسان اقيد عم تمزه عم تحكي جاد؟ ليش نامزه؟ ايشو الناسني عم تروح سياحة احسن مني ومني؟ بعدين خلينا نقبع وشها الدنيا ومين ثلاثة شو بيصير يعني؟ موسيقى المترجم للقناة 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 اي ماشيحة ماشيحة تحياتي استاذ ارو سهل وصلنا الفاكس من الشركة البيلغالية عظيم جدا وفقوا عالعرض طبعنا وطلبوا بتاعها بحدود 3 ملايين لنا شو هل حكيهي؟ صدر يا سموديات شوك اناقله معك ناتيا يا ناتيا اهلي بروان اهليم سهلين شلوني؟ مش تأكل لك كتير كيفك انت؟ الحمدلله يا ست اليوم وقعت العقد مع الشركة البيلغالية ان شاء الله ألف ألف مبروك الله يبارك فيكي واول طلبية طالبينها بحدود انغت ملايين ديرها عظيم كتير معناها صار فيك توفي قرد البدك وليش لا حتى أوفي؟ حبيبي اذا خلصت منه امو احسان لا تفكلي ام القرد بنوفى لحاله لكن مروان شو رح تعمل بالمصاري؟ حاطت عيني على معمل كحت قماش وبيجوز اخده شو بدك فيه؟ يعني هيك منصير بدال ما نبعط القماش على المكهته وندفع عليه مصاري منكحته عنا؟ يعني فيها توفير منيح بكلفة القطعة طيب مروان المعمل غالي؟ لا والله يا نادي امو غالي بالعكس لا طب صاحبه مضطر يبيعه ومتنازل كتير بالسعر روح الله يوفقك يا مروان وينولك كله ببالك يا رب دخلاك؟ شو اخباره اخوك غسان ومرتو؟ اوه 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 صاروا بامريكا اليوم حكى معي بالتاريفون على الشغل يعني بس نحنا هيك بدنا نضل متفنين بالحياة؟ امت بنا نطلع سياحة؟ لا تستعجلي الامور حبيبتي كل شي بوقته حلو وكل شي جاي ان شاء الله اشتركوا في القناة نحن اطلع شكراك كترنا ارواه كتير؟ كترنا وبس لطلع معنا زيادة وزن مئة وخمسين كيلو ايه ستي شو نحنا كل يوم حنسافر؟ بعدين بالسفر الواحد بيستحلي كتير شغلات وانا متل ما بتعرفي ان النوع اللي مابحبت أحلم حالي من اي شي بالدنيا بس بدك الصراحة؟ انا ما كنت عرفاني ان الأسعار نار لهالدرجة طبعا ما تكون نار لأنه معظم الشغلات اللي اشتريناها ماركات عالمية ومشهورة دخلك قديش كلفت هالسفرة؟ يعني بحدود المليونين ومص اوف والله كتير مو هيك؟ والله كتير يا رولا تعرفي كان لازم نامل شوية كونترول يعني كان بكفي مليون اقول لحالك بتعرف انك حطيت بكازينو لاس فيكاس اكتر من ثلاثمائة الف قالت الروليت لحالك صرت فيها خمسة الاف دلار مو بقيدي يا رولا مو بقيدي الكازينوهات فيها السحر غريب عجيب وكيف الواحد يدفع كل هالمصاري ما بعرف شلو ما بتعرف ليش ما بتكون متل هدول الناس بيفوتوا بيتفرجوا ما بيحطوا ولا فرنك بيحملوا حالنوا بيمشوا بس انت صبحان لازي خلقاك مدروا شو بصر لك بتنلهيجوا بنعمة على قلبك يا ستة ولا يهمي كل شي بيتعوب انت بس تعيلة ربك انه هالأسهم اللي اشتريناها بالول ستريت ترتفع شوية صغيرة وساعات تشوفي كيف هنصير فوق الريح ما بعرف يا غسان انا قلبي نائزني يعني انت ضروري تشتري بكل المصاري اسهم هيه نظام البورصة يعني بيأقل من خمسين الف دولار ما في كده دخلي بعدين ان شاء الله مفكلي كل واحد صار معه قرشين بيلعب بالبورصة على كيفه يعني احنا كتير كنا مضطرين لهالشغلة لك شو بقى هالشغلة هي الشغلة احسن شغلة ياما ناس صاروا مليار ديرية من وراها وياما ناس صاروا تحت الارض كمان لك ليش هتشاقهم فاهميني ليش متشاقمة هيك خلاص لا تخافي لا تخافي انا دارس الموضوع من كل جوانبه دارس الموضوع ما شاء الله عليك اللي بيسمعك بفكرك ما كنت تتكنس من البورصات اللي بقى شلون دارس الموضوع هلا هذا العصر شو بيسموه عصر شو يعني عصر شو عصر السرعة لك مي جاء بصيرة السرعة هذا العصر يا خانوم اسمه عصر ثورة الاتصالات والمعلومات ايه شو يعني مشان هيك الشركات الاتصالات بالعالم هي الشركات اللي إلى مستقبل وكل المستثمرين بيشغلوا اموالهم بهيك شركات لحد هلأ مفهمتش يعني بالقلم نشرح انا اشتريت اسهم بشركة مجمونة الربح وشركة تريكوم للاتصالات هي من اهم الشركات بالعالم واسهم عم ترتفع يوم بعد يوم فاتطمني وارتاحي وحط رجليك ويديك بمي باردة وبركي هالشركة فلست لك شنودة تفلس؟ الشركة ضخمة رأسمالها مئة مليار دولار تفلس؟ فضيعة انتي عندك افكار سبيانية كتير ها؟ قومي قومي عملينا في نجالين قهوة خلينا نرويق رأسنا قومي متل ما بدك قومي عملينا في نجالين مبروك معنا للكحت استاذ اهلين نعيم الله يبارك فيك وعلي بقداش يرسي البازار تماما؟ بالثلاث ملايين ونص صدقني استاذ مغالي أبدا أنا على حد علمي مكلف وكلف لصاحبه ست ملايين ليرة وهد الحكي مهلة هد الحكي قبل سنتين معك حق يسوي هك شيء لأنه الآلات حديثة كتير وجديدة وقال ليه المثلة بالبلد، لا وغير هيك بتعطي نوعين كحت كحت حجر وكحت أنزيم وفيك تتحكم بدرجة الكحت والمعالجة عن طريق الكمبيوتر بتصور أستاذ إنه من هلا ورايح ما عد فينه حدا أبدا ينفسنا بالسعر مو بس بالسعر وبالنوعية كمان قالوا أهنين النادية نعم لبيت أخي ايه منروح منروح اليوم المساء اتصل فيون وخدي موعد بعد التسعة اوكي حبيبتي مع سلامي الله يصلحك يا غسان يعني ملقيت خير هالشغلة ليش شبه هالبورصة يا أخي البورصة قالها ناسا وإنت عظمك رئي وما ممكن تتحمل أي هزة بقى ليش عم تفوت فوتات مالك فيها وتبع زيق مصريك ليش مالي فيها كلمة هنالك إن الشغلة بده جرأة وقوة قلب وأنا والحمد لله مو نوقصني شي لك اي مونا هلم الموضوع الشغل خلونا نحكي بغير شي بالفعل يا جماعة احكوا لنا شو شفتوا بأميركا أخ على أميركا أخ لا تذكروني يا جماعة أصلاً وقت اللي يجينا على البلد لليوم صايبتني حالة اكتئاب حادة بس من المقارنة أصلاً أخي غسان من طول عمره متهور وطايش وقراراته ارتجالية وبكرة بتشوفي شنون رح يوقع نكس على رأسه مروان هلأ أنت متوقع أنه غسان يخسر بالبورصة؟ مو قصة يخسر ويربح بس لعبة البورصة أكبر من غسان بكتير وشغلة بتعتمد أكتر شي على الحص يعني بصراحة أمير تفرق على أمير بشي ويامنا سنخربت بيوتها من وراء اللصة الله يسطر يا رب الله يسطر الله يسطر ولا عمرت نظرة على سعر صرف الدولار مقابل لبعض العملات العربية شو غسان؟ هلي تظلت سهران؟ ذي هي انها za何ت wire why صرت Warmt Two شو الحكي تسلي محاس بالوقت؟ مو قد بدكتنا؟ بس لقد تطمن على مؤشر ناسديك ها..طلع طلع طلع مؤشر ناسديك خمس نقاط شو يعني؟ يعني أكيد رح ترتفع أسعار أسهم تلكون يعني ربحنا بالأسهم؟ بتصور هيك؟ قديش ربحنا؟ نوليني ألحاس بلا شوف ما استفدنا شي رجع السعب نزل بيحسر عن نزل؟ بورصة هاي مسوء هال يعني الأسعار بتطلعوا بتنزل بين لحظة والتانية والشاطر اللي بلحق حاله طيب يعني إذا بدك تبيع الأسهم شلون بدك تبيعه؟ شغلة سهلة كتير تليفون واحد للخواجم الصار بيمشي الحال والله شغلة بتحط العقل بالكف أحسن شي الواحد يروحينا تصبح على خير أف والله غريبة شلون هيك؟ مؤشر داوجونس طالع طلوع وداكس عمينزل؟ شو مصار الحكي؟ نالك تصبح على خير موسيقى 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 خير شوفي طلع ناس داك؟ لك شو عرفني قلب ناس داك وغيره؟ ما بدك توم صارت الساعة واحدة؟ واحدة؟ الله يسامحك بيش ما مفياتيني من الساعة؟ بتكون بلشت بورصة بطوكيو طب ما بدك تفتار؟ بدي التمع على حركة المؤشرات ايه طبعا شحلنا كل الارضاعة لا لا بحوالي صغيرة ضد الدفع بس بدي منك شغلة الله يرضى عليك بدي الدفعات تكون انتظمة وكبيرة ايه لك ايه ماشحة وهو كذلك الى اللقاء الله أمارك خير يا انسي فيشي؟ استاذ وصل فكس اليوم عم بيقولوا فيه انه شحنة لقماش وصلت شو الحكي؟ معناها لازم اطلع اللاتية فورا طب ايدي البيترو سمحتي حاضر استاذ لك لحوالي الشري؟ مو معقول؟ لك ما هم صدق يولي؟ ايه لعن حظي ما ارزله شوفي؟ شوفي؟ نزلت الاسهم بورس بنيويورك نزلي بنت كلب شو هالحكي؟ اعطيني اعطيني التليفون احكي مع اخواج عن الصار اعطيني بسرعة المصرية للمدينة الانتاج العالمي اسمه ايه اكرو مصر والشدات الجوز العامة لمقاولات الانتاج خواجان الصار؟ انا غسال موالدي عم بحكين الشام خير طم مني شو الاخبار؟ ايه شو بتاع تلفزيون الناس دي هلا الاسعار؟ ايه شو هالحكي؟ لسه تنزل اكتر من هيك؟ طيب شو السبب برأيك؟ ما مين حكي على التليفون؟ ما مش لك؟ طيب الحل؟ ايه شو الحل؟ ايه انت؟ طيب ماشي بحاول الله معك ايه شو قالك خواجان الصار؟ ايه شو هالحكي؟ هل يمكن تنزل الاسعار اكتر من هيك؟ شو يعني؟ يعني لازم اقمله عشرين الف دولار باثناشر ساعة؟ ولا شو هدول؟ ولك شنون لشو هدول؟ مش هل ادعم مبلغ التأمين تبعي لانه اذا نزلت الاسعار المبلغ اللي عندي ما بيغطي الفرق وبينخرب بيتي بطلع اوت وبنوح كل المصاري فهمتي بقى؟ شو هالحكي؟ قولي اعلامتك يا رولا خلس جوازك ايه حاشة نوح الفاكلي معي كيفنا ندفر عشرين الف دولار؟ عشرين الف دولار؟ مالك غير اخوك مروان؟ ايه والله شبتية؟ احساسا اوه اهليين تسان؟ لا اخوك مروان مهم هنا اخوكي بلادقية بلادقية؟ هلا وقت بلادقية؟ يعني شو راح يعمل بلادقية؟ عندو شغلي هنيك راح يستلم اضطاعة وامت بيرجع؟ على أساس أنه بكرة المساء عطيني رقم الموبايل تبعه اللي أتصل معه مروان ما عنده موبايل ما معه موبايل؟ معقول تاجر طويل عريض مثل مروان ما يحمل بييده موبايل هلأ مائل كلي شو بتريد منه؟ الشغلة كتير ضرورية عطيني أي رقم بلادي يحكي معه طيب خذ رقم الأوتيل اللي نازل فيه سجل عندك صارت الساعة أربعة ولا هلأ ماتصل معقول لسه ما وصل على الأوتيل شو بيعرفني أنا شو بيعرفني؟ طيب اتصل فيه غسار حكيت معه خمس مرات آلو هلأ خلاجة نصار طمني شو قصة؟ شو الأخبر؟ كمان نزدت الأسهم؟ شو يعني؟ يعني طلعت برة؟ يعني خرب باته دوح المصاري؟ الله لا يوفق إلهي هيك لك خسرت كل شي ايه والله يا أخي كل شي حتى رولا خسرته تصور ما قبل تبقى عندي بعد ما صار اللي صار طلقته لا حول ولا قوة إلا بالله وقديش معك الله؟ الله لا يفضح حدا يا أخي ما معي ولا قرش صفيت على الحديد يا الله وكيلك غير مئة ليرة في جيبتي ما فيه بعت السيارة وعفش البيت مشان أستر حالي وشو ناوي تعمل هلأ؟ بدي حاول وقف على رجلي من جديد شلون؟ أنا الحق عليه المفروض ما كنت أوسف بمؤشر ناس داك يعني لو كنت مشتري أسهم بشركات مختلفة ووزعت رأسمالي كان الوضع أفضل بكتير على قليلة ما كنت غسرتها الخسارة ما فمت عليك يعني شو ناوي تعمل؟ قلتلك ناوي عود رح أطلع على بيروت وهنيك رح أشتغل بالبورصة بس هالمرة رح أشتغل بوعي أكبر يعني رح أخذ شوية أسهم إنه علاقة بمؤشر داو جونز وشوية تاني إنه علاقة بمؤشر داكسن وشوية بمؤشر كاك وبهالصورة إذا طلع المؤشر أو نزل بظل واقف على رجلي ها؟ والرأسمال منين؟ مننا بنتي أنا؟ طبعا مننا تكمنين يعني معاول أخي يكون موجود وروحك داية من حدا تاني بعدين أنت يقول لك يا أخي ماشي والحمد لله لازم تؤكت معي بيكم إحنا بس أنا ما بدي كتير أخي مروان مليون أو مليونين ليرة مو أكتر من هيك طبعا هدول دين برأبتي ومتى ما مشي الأحوالي برجع لك ياهم أخي بصراحة هاي شغلة البورصة كلها ياتها مع بيت رأسي والشغل فيها مو مضمون يا أخي يعني مثل اللي عمير عبد الأمار وفيه احتمال كبير ترجع تخسر مرة تانية بقى الله يرضى عليك الله يرضى عليك يا غسان حاجة يطيش بقى حط عائلك براسك الله يرضى عليك مع أنت صغير أنت طيب بلال بورصة أنت عطيني المبلغ وأنا بلاقي شي مشروع على مهلي المهم اشتغري بعواد خسارتي أنا آسف يا غسان ما بقدر أعطيك هيك مبلغ أبدا ليش أخي هيك عمل لك ما بقدر ما معك يعني لا معي بس ما بقدر طيب فهمني شو السبب يا أخي مو ضروري شرح لك عندي أسبابي خاصة أنا فضل هاي شيك خمسة ألاف ليرة دبر حالك في يوم لبين ما تلاقي الحل خمسة ألاف ليرة لا معلش شكرا إليك ما بيلزموني انت شوفك كني جايش حال بنا بس يخساره يخساره على هالزمن اللي صاروا الأخوي يتعاملوا فيها بهالطريقة حسبها متما بدك بس أرجوك لبقى تطلب مني مصاري الله يرضى عليك لا تطلب مني من نوب فمنت؟ حط لي هالشي ببالك هيك عم تحكي؟ بسيطة بس يكون بعلمك من يوم مرايح لا أنت أخي ولا بعرفك ماشي بها تفضل الله معك ماشي بها تفضل الله معك قناة لونة عفوان ممكن اقعد هون جنبك الخيات خير يا ابني شايفك مهموم كتير عفوان لتدخلي بس ازاي كنت مدايق وجاي على بالك تحكي انا مستعد اسمعك ايه ولا يا عم كتير مدايق لا حول ولا قوة الا بالله واضح انه شغلتك كبير يا ابني انا اسف لاني عم بتدخل بشي ما بيخصني بس الناس للناس لا لا عادي مو مشكلة ياريت تحكيلي قصتك وتفت فيض احسن ما تضل حاصر بقلبك خير شو يالدي صاير معاك ماشي يا عم لح احكيلك قصتي اما قصة غريبة معقولة تشحد من اخوك وهو مليونير لا سيدي مو بس هي اللعني من مكتب وتقليل ومارضي يعطيني غير خمس تلاف ليرة قسمة بالله فاتت لعنده شحادي اعطاها خمسين الف ليرة ماشان تعمل عملية لابنه اما انا اخولي من لحم ودمه طول بالك استاذ غسال وصدقني الدنيا فيها الحلو والمر وقصصها اغرب من الخيال بيقول المثال ربا صدفتين خيرهم من الف ميعاد يعني صحيح نحنا لتقينا هون صدفة بس صدقني اني ارتحت لك وحسيت اني بعرفك من زمان لا وخصوصي انك ابن اصل واخ التاجر المعروف مروان الموالدي ومشان هيك انا بدي اعرض عليك عرض وبتمنى توافق عليك تفضل يا عم انا عندي معمل شراشف وبشاكير والمعمل جديد ولسه ما انطلق منيح بالسوق كنت عم ادور على موزع شاطر يقدر يسوق لي انتاجي هون وبالمحافظات فشو رأيك تشتغل بهالشغلة هاي؟ هو صحيح الشغلة متواضعة بس هادي اللي بيطلع بايدي وعدم المؤاخذة انا فهمت منك انه يعني ما عندك تاكل ايه والله صحيح بقى صدقني هالشغلة فيها مردود ممتاز وما بتعرف بيجوز الله يفتح علينا ونكسب منيح وشوي شوي ممكن نطور حالنا شو رأيك؟ ما عندي مانع رأي أعطيك نسبة من التوزيع وكل ما اشتهدت اكتر كل ما كان مردودك اكبر اتفقنا سيد غسلان؟ يعني بقدر اقول لا بدكاني شحاد ومشارت؟ لا ولو لا تحكي هيك فيك البركة تفضل شريك كتل خيرك الحمص والله كبير طلبيات حلب سجلتها؟ سجلتها حبوك انا بتكون بالشحي عندك شي طلبيات جديدة؟ ايه يا عمدي اتفقت مع موزع جملي بالحريقة على طلبية كبيرة بده ياخدها كلها على بيبيا حل عظيم كتير بس كازرني بالسعرش كوي ما علي شي ما في مشكلة إذا الكمية كبيرة منزله شوي بالسعرش بده مئة سيري من كل مصطرة وعطاني مئة الف رعبون يعيني عليك؟ يعينيك الشغل يا بنا؟ تفضل غير المصاري خليهم معك دفع هالحساب ولسه في إليك معي مئة الف ثانية بسددلك ياها يوم الخميس الجاي يسلموا هاليدين الله يسلمك بالفعل استاذ غسان الله يعطيك العافية يعني هالأربع شهور يلي استلمت فيها التوزيع زاد التوزيع اللي معمل ثلاث أضعاف وهذا كله بفضلك لا هذا بفضل رب العالمين ادخل مرحبا بابا أهليه بابا بعرفيك عن استاذ غسان اللي حكيتلك عنه كتير اهليه أهلا وسهلا بنت إفادية متشرفنا ما هم بالأكتر اصاب غسان على فكرة بابا كتير ما نجح في نشطك ودائما بيحكي بصيرتك الله يخليك يا ربا بس ما تكوني ما ليتيقي بيحكي عنه اهههه ايه بابا شو سببا زيacc تعطلت سيارتي يا بابا وينسي قاسة عين تم فتح سيارتك بتكرم عينين بس لا اتت corps² كتير الممك تورا تغلت ساعتين ضمن يلا باي باي مع السلامة مع السلامة فاتي البنتي الوحيدة بس مسكينة ما لاحظ ليش خير ان شاء الله تزوجت على اميركا بس زوجها طلع قليل اصل وطلق بعد اربع سنوات لان ما بتجي بولاد مسكينة على الحظ ما بتستاهل والله ايه سيدي بنرجع للشغل في معرض للمنتجات السورية بدبي شو رأيك تطلع تشترك فيه ما في معنى علشتها بهالحالي رح تاخد معك انتاج معملين حكيت مع واحد صاحبي عندهم عمل تريكو ورح يعطيك مصاطر وانت بتعرضها هنيك بمعرفتك وكل شي بحسابه يا سيدي انا بستعد ااخد انتاج عشر معامل ازبتك بارك الله فيك يلا عرض لك مع السلامة بارك الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طيب شو رأيك اغسان تشاركي على معمل جديد بس انا ممعي راسمان انت معلك دبر مليونين ونص وبكتبلك ربع المعمل وانت بتشرف عليه والارباح ممص الحقيقة ما بعرفش بدي لك انت غمرتني بلطفك وكرمك والله بعطلي اياك بالسماء ولولاك ما كنت بعرفش بدي ساوي بحالي انت اللي بتستاهلك الخير لانك بتحب الشغل هلأ رح تقضلنا يا مجاملات يفكرون لبشي مشروع غدا قبل ما تفكروا بمشاريع الشغل هههههههه أرسان أنا جاي على بالي أعظمي لهم باب على الغداء شو رأيك؟ شو عليه؟ احكي معه هلأ بحكي بس لأنه من وقت ليتجوزنا لهلأ ما أجدت غد عنا غير مره واحدة صحيح التاني مسكين الله يعينا الشغل أخذ كل وقته المشكلة إنه الله باهلي نبق أب وجوز ما بعرف منه الدنيا غير الشغل بالتجارة شو بدي أعمل؟ هيك رصيبي حظك قليل يعني لو تعرفت عليه أنا وصايع كنت دورتك بكل بلد شهر كاغل بالفعل حظي معطر هلأ ركزت على دوري وما بقى بدك تطلع سياحة ولا يهمك روحي ولا يهمك الشهر الجاي عنا معرض ببلغارية جازي حايك لتروحي معنا ايها هذا الحكي اللي بينسمع ما بيكفي معملتلي شهر عسان كله ملحوق علي إن شاء الله المهم شو رح تسوينا على الغداء شاخل محشي ومقلوبة هدول الأكلتين بابا كتير بيحبه لازمك غراطشي قبل ما أمشي لا حبيبي اتيسر إنتي أنا بضبير حالي يلا بار مع السلامة حاكيني بس توصل على المكتب إن شاء الله شاختك العافي أهلي الله يعافينا عندك علم من اليوم موعد الاجتماع السنوي لرابطة الجامل ايه عند علم بعطتلي كارد دعوة ونعوي تحضر ما بارف انت شو رأينا نطر سوا شو خصراني خصوصي أنه رح ينتخبوا رئيس للرابطة التجارية وضروري نعطي صوتنا لحدا من عارفه وهو إيزارك عمي يلا تأخرنا على أولوش نماشي شمع نطر ساقي يعطيكم العافي جميعا طبعا نحن اليوم بدنا ننتخب رئيس جديد للرابطة التجارية وما وصلني غير طلب ترشيح واحد للمنصب وحسب النظام الداخلي للرابطة رح نطرح اسم المرشح للأقتراح فإذا نال نسبة ستين بالمية من أصوات الأعضاء بنجح وإذا نال نسبة أقل رح نفتح باب الترشيح من جديد عفوا الأستاذ مين المرشح لرئاسة الرابطة؟ المرشح هو السيد مروان موالدي مروان؟ بقى في حدا عنده اعتراض على ترشيح السيد مروان لهالمنصب؟ اي نعم أنا أنا عندي اعتراض ممكن نعرف شو هو؟ اعتراضي أنه الإنسان أحيانا بيتاخد بالمظاهر ونحن للأسف الشديد بهالاجتماع مخدوعين بالمظاهر شو بتقصد أستاذ غسال؟ يلي بقصده إنه يمكن معظمكم ما بيعرف إنه الإستاذ مروان موالدي التاجر الثري المعروف والمليونير الأشهر هو أخي ابن أمي وأبي وهالأخ الحبيب الغالي العزيز لما صار تاجر مليونير كبير لقف بابه وكنت بقشد لحظات للفقر والعوز عم طردني وتخلى عني وصار يتعرم مني كأني حرف سائط أو كلب نكلاب الشوارع وفعلا صار تنام بالحدائق وما معي فرنج بجيبتي بينما هو نايم عفراش من حرير وطلب مني ما يشوف خلقتي ولا دوس مكتبه وبكل صفاقة بيعطيني حسني حقيرة كأني بتسول عنده ولولا العيب والحياة كان قرر مني بالنفوس بقى بتأديركن يلي ما في خير لأخوه ممكن يكون في خير لهالبلد أو للرابطة التجارية أو لأي إنسان كان لا ولولا هالإنسان اللي قدامكن هالشخص الطيب هاد يلي ساعدني وشجعني وشغلني وجوزني بنته كنت لحد دا اللحظة مربي بالشارع ما معي آكل ولهالسبب أنا بستنكر ترشيحكم للسيد مروان وبطعن بطعن بأخلاقه بسلوكه لأنه بساطة هالإنسان هاد ما في زرة من الرحمة والعطف والإنسانية وهي السيد مروان مرشحكم للنبيل فضلوا فيكن تسألوه أخواني لحقيقة أنا ما كنت بتمنى أن نحط بهيك موقف بس هيك ظروف شائت وأنا مضطر أحكي ولحتى ما حدا يفهمني غلط مضطر أحكي القصة من أولا الوالد الله يرحمه ترك لنا ورتة آسمناها أنا وغسان أنا أخدت حقي من هالمصاري من ضمنه معمل الوالد وهو باعني حسته واخد كامل حقه وحرمت نفسي وعيالي من كل شي وانغمزت بالعمل حتى قدرت كوّن هالسروة بينما أخي غسان الله يصلح ويهدي صرف أمواله وبحترها بأسواق البورصة والمضاربة والإمار والاستجمام والسياحة والتراف واللهو والرحلات هيك لحتى بدد أمواله وما بقي معه قرش واحد حتى زوجته ملت منطيشه وبجنانه وتركته وصفي مثل صبي الحمام إيد من ورا وإيد من قدام وكله بسبب تبزيره بهذا كل وقت وبيوم من الأيام إجا لعندي وطلب مني مليونين ليراتين حتى يشتغل فيهم بأسهم البورصة فما كان مني إلا أني صرفته عن بابي بحزم وامتنعت عن مساعدته نيائيا إلا بكم قرش حتى يسد فيه نجوعه وبمجرد ما طلع من عندي مكسور الخاطر بعت له أبو حسان يلي هو موظف عندي وخليته يلحقه على الحديقة ويتحركش فيه ويشغله بمعمر البشاكير يلي هو بالحقيقة ملكي أنا يلي كنت ورا صفقة السوق التجارية بدبي ويلي درت عليه أموال طائلة لإني اشتريت البضاعة كلهاتها لحسابي وبعته إياها برخص حتى يحقق دخل المحترم ويتحسن وضعه المادي ويحس إنه أنجز هالصفقة بشطارته وبيدوم من نية حدا أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا أنا كنت ورا جواست من فاتن بنت أبو حسان وبعدت مخصوص حتى تشوفه ويشوفه ويحصل نصيب الفيلة اللي ساكنة حاليا والمزرعة هدول بالحقيقة ملكي والملك لله وأنا خليت أبو حسان يبيعوا ياهم بالتراب الفلوس أنا يا أخواني مالي بخيل وما قلعت أخي من مكتبي عن قلة أصل أو عن تعسف أو تكبر معاذ الله أنا حبيت يحتمد على نفسه وما يحس بالفضل لأي إنسان حتى لو كان أخوه غسان أخي أبن لأمي وأبي والنم ما بيصير مياه والوالد الله يرحمه ووصانا ببعضنا وما بنز كلامه وهو عمي يقلي وهو على فراش الموت خليك أنت وأخوك يا أبني ستره غطى لا تشمتوا الناس فيكن لذلك أنا أنا بعتز وبكبر وبفتخر لما بيكون هو كبير إيدي وأنا إيدي وهي بإيد أخي من فتة الصخر ومنقطة في النجوم وأكبر حمل مهما كانت إيل من شيله أنا مالي فضل ولا مني حاشر الله الفضل دائما وأبدا لله عز وجل أنا بس هيقتل الفرص وهو اللي أثبت موجوديته وأكد للجميع بأنه أهل حمل المسئولية أنا يا أخوان إذا حدا قال لي فلان أحسن منك يمكن أنزعيش بس إذا قالوا لي أخوك أحسن منك بشعر بسعادة غامرة وبتمنى إلحقه وحط كتفي بكتفه بكي بنعدى منه وبيصيبني شيء من نجاحه هاي هي كل القصة يا أخوان وبتمنى أن يكون قمت بواجبي اتجاه أخي وتجاه الله عز وجل على أكمل وجه بتصور بعد الإسمانات ما في حدا عنده اعتراض على ترشيح السيد مروان له المنصب طبعا أنا عندي اعتراض بخير السيد مروان أنا بسحب ترشيحي وبقترح ترشيح أخي غسان له المنصب لأنه فعلا بيستاهله وبالنهاية غسان شاب طموح وديناميكي وبتمنى من الأعضاء المحترمين يوافقوني الرأي ترجمة نانسي قنقر